أربعة سنوات على تهجيرهم من منازلهم في منطقة عزيز بلد بمحافظة صلاح الدين أربعة سنوات ولا تزال عائلة أم محمد تعيش في هذه المنازل من الصفيح في مدية سامراء شأنها شأن العديد من العائلات النازحة جراء الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية العودة المستحيلة كما تصفها أم محمد في ظل دمار منازلهم وصعوبة تأمين مياه الشرب فاقمت أوضاع عائلتها التي تفعل ما بوسعها للاستمرار بالعيش هذا الواقع المؤلم من النزوح في الداخل العراقي جعل عائلة أم محمد وآخرين مثلها يجدون صعوبة بتأمين عمل في ظل الأزمة الاقتصادية وزيادة أعداد النازحين في البلاد الحاجة الماسة التي وقع بها النازحون جعلت من المساعدات الإنسانية التي ترمي بها وزارة الهجرة والمهجرين لهم غير ذات قيمة بعد سنوات من النزوح الصعب لكن المشكلات الأساسية التكمن كما يقول هؤلاء النازحون من عزيز بلد ليست بمسألة العودة إلى منازلهم فحسب بل بمنع عودتهم إلى أراضيهم الزراعية والذي يستند لقرار من ميليشيا الحجد هذه الأخيرة التي تمارس كما يقول مراقبون شتى أنواع الضغوط لمنع عودة أكثر من عشرة آلاف أسرة نازحة يحدث كل هذا في وقت لا تزال الحكومة بعيدة كل البعد عن معاناة هؤلاء النازحين وغيرهم أو أنها توافق ضمنيان على منع عودتهم بحسب وقائع الأحداث ترجمة نانسي قنقر 5 sides